بس طبعاً الكياك والتكديف هم بيفرقوا عن بعض في حاجات كتير الموضوع كده بالضبط زي ما يكون بنفرق ما بين تنس الطاولة والتنس الأرضي الاتنين اسمهم تنس بس كل حاجة رولز تانية بالضبط يعني التكديف مثلاً المركب التكديف هتلاقي المأديف مسبتة في المركب القارب بيكون أطول بكتير اللاعب بيقدف بظهره مش بوشه الكنوي مختلف تماماً المركب أقصر والبالنس فيها أصعب وبيبقى فيها أكتر منه وعلى فكرة رياضة الكنوي بتشبه شوية ألعاب القوة في أن هي تحت منها 12 لعبة فيه 12 لعبة فيه الكنوي اللي واحدها تحت منها 12 لعبة مضوع كبير جداً بالضبط يعني فإحنا مثلاً هتلاقيه مثلاً فيه الكنوي والكياك سبرينت الكنوي والكياك الكنوي ده بيبقى اللاعب مفروض أنه هو فارد رجله مرتكز على رجبته بيبقى مسك مأديف بكفة واحدة بيقدف ليمين لشمال ده اسمه الكنوي القياك اللاعب بيبقى جوه المركب ماسك مأديف حر في إيده والمأديف ليه كفتين وبتدي يقدف يمين وشمال الاتنين دولة ليهم مسمى اللي هو الكنوي سبرينت أو اللي هي السباقات اللي هي بتبقى عبارة عن مسافات طبعاً 200 متر 500 متر 1000 متر والغاية 5000 وطبعاً بتتعامل بحيث أنه طبعاً اللي بيخلص المسافة في وقت أسرع هو اللي بيكون واخد المركز ده ده الكنوي سبرينت وحنا الحمد لله عندنا عدد كويس جداً حكام دوليين في الكنوي سبرينت الرياضات الأخرى المستحدثة في منها مثلاً الكنوي بولو وده التحاد برضو كان وجه طبعاً بنشر اللعبة ديت لأنها رياضة حلوة جداً قريبة للووتر بولو شوية مراكب في المواية خمس مراكب وخمس مراكب فريقين قدام بعض وكرة وبيحاولوا كل واحد يسجل نقطة وطبعاً بيكون نديدة دي ما شوفيها شاب أوانا عن نفسي ياريت لو فيه فيديوهات فعلاً أحابة بالضبط فإحنا كان لسه عندنا أصلاً كمال بصي بالراحة علينا بقى ننسي واحدة واحدة ننسي التعمالة يعني بنحاول نجمع معك واحدة واحدة واحكي لنا مسلاً ده تمام دي مسلاً المفروض أن دي دي مراكب خاصة بالأكاديميس المراكب دي معمولة للناس أو اللي مجربوش الكايك دي حضرتك تقدر تروحي كفرست تاب يعني ك دي زي كده موضوع البانانا بوت أني ممكن تروحي تأجريه وتنزالي سهلاً دي الووتر سبورت دي معمولة دي معمولة علشان خاطر الناس اللي ما عندهاش بالانس أو حضرتك مثلاً حباً أني تروحي تجربي يبقى فيه كوتش يمرانك ربع ساعة تقدري تنزلي في النيل لكن المسابقات مش بنفس الأولى لا لا مش بالبوت دي ده جزء تاني من التصنيفات اللي بنتكلم عنها ده الدراجون بوت الدراجون بوت دي لعبة أصلاً منتشرة أكتر في شرق آسيا وهي أساسها برضو طلع برضو من الصين زي ما حررتك شايد كده ده قلقوا في مركب واحدة آه دي جميعاً لو رجعنا للصورة اللي فاتت الدراجون بوت زي ما حررتك شفت بقوا عشرة في المركب بيقدفوا كل واحد طبعاً يمين وشمال كل واحد ناسك يعني دي أكتر من مركب تقبل ولا مركب واحدة دي مركب واحدة بس دي مركب واحدة بس دول مش عشرة أبداً اللي موجودة لا الصورة دي دي سكان عمارة كاملة تقريباً لا هي ديت عشان دي معمولة زي الأكاديميس كده برضو بينزلوها فدول ده شكل أمبروفيشنل يعني ليها ولكن ده دي المركب اللي بتبقى موجودة الدراجون بوت بيبقى حد مسك الدفة وراء حد قاعد بيطبلة قدام بيطبل ويبتدي يحمس الناس وطبعاً المركب اللي بتقطع على المسافة في أقل وقت هي دي طبعاً بيكون المركب الكاسبانة الدراجون بوت بالمناسبة يعني موجودة عندنا بقالها أكتر من ثلاث سنين في مصر بطولات الجمهورية بتتضمن منافسات للدراجون بوت وذي رياضة طبعاً مدرجة طبعاً طبعاً الاتحاد المصري للكانوي اللي احنا شايفينه ده الستاندب بادالينج ده تصنيف آخر بيتبع اتحاد الكانوي الستاندب بادالينج هو بيبقى وقف على سيرف كده زي ما حدتك شايف وبيبقى في ايده مئداب بس بيقدف هو واقف يعني فيه تفنن في تتصعيد الأمور على العديد لا بس عايزة أنا عايزة أقوله حضرتك ممتعة جداً دي الكانوي بولو بقى دي الكانوي بولو طبعاً زي ما حدتك شايف هما بيكونوا اللعيبة مسكين بيبقوا موجودين في قوارب قوارب معمولة بشكل معين إن هي ما تبقاش مدببة من قدام إنهم بيخبطوا في بعض طبعاً لأهم ما قريبني بيخبطوا في بعض بس عشان ما يحصلش زي احتكاك والكرة بتتحدف بالإيد عادي بيبقى فيه بيبقى فيه ريفري حكم في النص واقف بيحدف الكرة في النص وبتده هما الاتنين يحاولوا ياخدوا الكرة زي ما حررتك شايف كده بيبقى فيه بيست هما لابسينه وفيه طبعاً اللي هي الخوزة اللي لابسينها برضو علشان خاطر ما يحصلش أي إصابات وبردو المقاديف دي مش زي مقاديف الكياك العادية دي بتبقى معمولة إن السنها مبقاش مدبب علشان لو حد خبط حد ما يحصلش حاجة بس دي لعبة ممتعة جداً ويمكن كان عندنا بطولة فيها الشهر اللي فات شكلها ممتعة فات يا ريت يعني نفسي بصراحة يعني النادي الأهلي يشترك في اللعبة دي الموضوع يفرق كتير جداً تمام؟ بس فدي برضو أعتقد دي برضو ده سيو بي ستاندوب بدل وده كله لازم ما يتبقى يعني نيل بحر بصي هقول حضرتك على حاجة هو الطبيعي في الكياك يعني حتى لما نيجي نبتدي القمون محيراته كده بخياري لا لازم يبقاش فيه طيار لازم ما يبقاش فيه أي عوائق لازم تبقى للدنيا الصح ينبقاش فيه طيار أو فيه حاجة فيه حاجات تانية بقى بتبقى فيها يعني إيه لازم يبقى فيه موجة ولازم يبقى فيه حاجات ويحاولوا يعدوها يعني لكن في العادي مثلا أو الكياك أو الكانوية لازم تبقى الماية ممهدة ما يبقاش فيه حاجة واساسنا في كل اللي بنعمله لما بنيجي ننزل تحكيم أهم حاجة عندنا لسيفتي بتاعت اللاعب سلامة اللاعب دي أهم حاجة والفيرنس طبعا أنت استمتعتي أكتر بالتحكيم ولا بممارسة اللعبة نفسها بص هقول حررتك على حاجة للأمانة أنا ما عادتش كتير في الكياك لأنه يعني أنا تخرجت 2011 من كلية إعلام جامعة القاهرة وقتها كنت أحب أشتغل في الميديا والتمرين ده بيخلينا أن إحنا كنا بننزل خمسة الصبح من خمسة لتسعة ده تمرين وكان الموضوع بيبقى مرهد جدا فأنا يعني أضيت فترة أطول في التكديف فممكن أكوني استمتعت أكتر بالتكديف لأنه يعني حوالي 10 سنة تكديف في الكياك التحكيم بالنسبالي كان الموضوع متع أكتر لإني أنا بقى إلي أكتر من 8 سنين أو 9 سنين بحكم فالموضوع مختلف بعدين بحس أن أنا حتة أن أنت بتبقى عندك لازم بقى عندك المسئولية أن أنت في الآخر في نتيجة لازم تطلعها بشكل فير جدا بشكل عادل إحنا بنبقى فيه يعني طبعا الحكام بيبقى فيه أكتر من حكم في أكتر من مكان بيبقى فيه حكم من العام ده بيمشي وراء المراكب عشان يأمن المراكب ويأمن أنه ما فيش تداخل من بعض المراكب على بعضها وكده فبيبقى كمان عندنا أسرة إن إحنا نوقف المراكب في المية لو حصل أي حاجة أنسيف أو مركب اعتردت الطريق فأهم حاجة عندنا طبعا السيفتي في الأول في الآخر